صبب اليوم كويتفونكس ومجبلكم مقطة جديد اليوم ماينكرافت نزلت سنافشوت خرافي فيه اشياء مرعبة اصوات مرعبة كل شي مرعب لا تسأل لايك وشترك تتموه مشترك تبتشوفون سنافشوتات اكثر ومعلومات ماينكرافتية وخلونا نبدأ نبي عشر تالاف لايك ها يلا اول شي هذا من الاشياء الخرافية خلونا نقول عندنا الناتشستات هنا ودسبنسر واشياء مرة كثيرة فلناخذ بلوقات عشوائية ونعبي الجست كل اغراض كل اغراض كثر كثر ما تقدر شكل عشوائي ونادر مرات لما تستعمل مثلا الديسبنسر الايتم نفسه ما رح يطيح هنا رح يطيح مرات يطير الاخر شي بسبب عشوائي هذا الشيء انا صار لي اكثر من مرة انه لما استعمل دسبنسر مرات تطير بعيد بسبب عشوائي ايضا لما تكسر الجستات وتطيح الاغراض قبل قلو اللعبة قعت الاغلق كانت الايتمات تطير بعد بسبب التكسير والله لا قيايا فالان ايضا صلحوا هذه المشكلة والايتمات ما راح تتروح بشكل عشوائي هذا يعتبر بالاصلاحات الرهيبة الصراحة بليه بالكومنتات اذا صالتك المشكلة هذه انه يطير الاغراض بسبب تكسير او دسبنسر اول مرة في تاريخ ماينكرافت اضافوا ايتم غريب اللي هو اسمه ديسك فراغمنت ديسك فراغمنت هذا عبارة عن قطع للدسك او الموسيقى يعني اللي تصنعها واللي راح تكون جدا مرعب اول شي راح اريكم كيف تجيبوني الفراغمنت هذه عشان تسمعون السي دي ونسمع مع بعض الصوت المرعب اللي اضافه فاول شي لازم تروح عند الديب دارك فلازم تدور على الديب دارك حتى اذا لقيتها ما اتوقعها نلاقيه ناخد نايت فيجن وننزل ندور على الديب دارك اتوقع الديب دارك يا اخي نادر والله بعالمي الهارد كور ما قدر تلاقيه وعلى طول راح تلاقي المنطقة المظلمة المهم راح تدور بالچستات الموجودة بهذا العالم على طول راح تحاول انك تبحث عن اللوت الموجود مثلا هذي غرفة مظلمة خلنفتحها وما لقينها للاسف لو بيرصبت علينا الوارد يا ولد اسكت يا الوارد اسكت هذا ايضا مكان اوه هذا مكان جديد صح لسيت كلكم اياه بالسابشت اللي قبل هذا يسمى الايس روم او شي زي كذا لما تكسر راح تلاقي ايس وحركات للاسف دورت كل التستات ما لقيت ولا شيش كالحظ.. او هذا.. حتى هذا الجست ما في الدسك فراغمنت بيعتبر من الأشياء النادرة اللي لازم تدورها عشان تبين لخويك انك اقتحمت الانشين سيتي وختمتها كي يا جماعة لقينا اثنين دسك فراغمنت طبعاً بكل الجست راح تلاقي حبة الاثاث حبات منها بالمم راح ناخد استاك كامل وخلونا نصنع السي دي باختصار تحتاج 9 عبات من الدسك فراغمنت هذا راح تصنع السي دي نفسه فالآن راح نسمعه بالجوك بوكس اول شي ليش بس سي دي واحد تقرر تصنعه ليش ما يسنب كل مكان انك تصنع اكثر من سي دي يا حلو الفكرة بس في سي ديات كثيرة ما تقرر تجيبها الا من كريبر وسكيلتون احس لو الدنجلات يحطون فيها دسك فراغمنت لانواع ثانية وكثيرة يكون شي خرافي لو تلاحظون دسك فراغمنت مكتوب عليه رقم خمسة فهذا سي دي رقم خمسة اه واخر يا والد خل نسمع مع بعض يلا مع الزومبي جزا راح نسمع بالله 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 يسير تصنع ماذا؟ شا فيهو كله بقية طالعوني مرون ماذا كي يصير؟ كان هناك قصة ستيف أحرقوا بالأرض المسكين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر